هو الراجل امتا بيستجيب؟ يعني هي حاولت في الأول وما كانش مديها اهتمام الراجل امتا بيستجيب؟ بعد ايه؟ امتا بيستجيب؟ عايزة فهم سيكولوجية هذا الراجل؟ السبعيني ده؟ واحد ده ويعله ده أنا عمارة من السحر فطبعا كل شوية يدلع ومش عارف ايه وانت ايه واخبرك ايه وصحتك عام زيه فالاهتمام طبعا بيحسسه ان هو قادر وبعدين الراجل سيكولوجيته ما يحبش بعد فترة من العمر ما يحبش يشوف الست اللي بتفكره ايام ما كان لسه بيبتديوا معهوش ليه؟ لانها شفته في كل اوضاعه شفته في ضعفه شفته في قوته حتى لو بتحترمه دي حاجة وحشة؟ اه الراجل دايما يحب يحس الست بصي اصلا خلاص بقنا صحاب احنا بقنا عارفين بعض حتى لو بنحب بعض بس ايه حركة الابهار واحدة تانية تديهوله منبهرة بيك وبي انجازاتك وانت راجل رائع اه مش ممكن طبعا واحدة ماشي تطبله من الاخر في كل حاجة حالة الابهار دي بتخليه يحس طب التانية بقى لو احنا قلنا مادام بسمع عشان في ناس ممكن تغلطها اناي ما بقيتش زي زمان ولا هي خديته فور جرانتد يعني هو موجود موجود متخلص بعندك سبعين سنة عندنا ثلاثة عيار اختيش على دمك يا اخي هتيجي دلوقتي تتسرق مني هي ضمانته؟ مقدارش اقول هي خديته فور جرانتد لان لو هي خديته فور جرانتد ما كانتش تخنقت معي في اول العلاقة لما هي بتدت تدلع عليها ولي او بتاعو انها تحول معي انا اللي اريته في السياق الحديث ان العلاقة هي بتقول ان هو تخنق مع بعض وبعدين بعد ما هو باعد انا رأيي بين السطور بين الكلام اللي تفهم ان هي بعد الحركة دي بعد الحركة الاولانية لما بتدت تدلع عليه وهو شوية يسمع وشوية ما يسمعش والكلام ده هي ابتدت تخاف على روح فابتدى يبقى ليها طلبات فابتدت ان هي بسم انا بكلم على بسم فابتدت حالة عدم الامان ابتدت تخليها تاخد اجراءات بقيت بحدة او ند بند او ما بقتش كانت بتعملها زمان وهو ده اللي حصل الخلاف اللي ما بينه انت كنت اعزت تصرف ازار يهم يعني ما يفعش ابقى عصبية عشان شفت الموضوع ده لا 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 انا ما بقولش ما ينفعش لا هي من حقها انها تحس اللي هي عايزة تحسه ومن حقها يبليها اي رد فعل هي تختاره لان انت عملت الفعل يبقى انا علي رد الفعل حال واقع حاجة ما تخصكش ما هو ده اللي انا بقوله بقى انت نويتي انت نويتي عايزة تاخذي حقك خذي حقك بس خذي بالك ان ممكن يحصل رد فعل المعاكس واللي هي فيه النهاردة هو رد الفعل المعاكس اشتركوا في القناة